موسيقى لأننا نخاف أن نقع في فخ الظلم واتهام الآخرين زورا نعتمد دوما قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته أو حتى يعترف ونخاف أيضا أن نعيش من بعد حياة الطرف والرفاهية حياة بائسة يائسة موترة ومربكة وظالمة كما عاشها بطل قصة روايتنا لليوم عصير المانغو والأسرار حول هذه الرواية مع كاتبتها ضيفتنا رازان لوبادر أهلا وسهلا فيكي أهلا وسهلا فيكي ساعتكم لأوقاتك أوقاتك مبروك إصدار الرواية الجديدة عصير المانغو الله يبارك سبقوا حكينا عن روايتك الأولى رجال بلا ملامح صحيح ما شاء الله يعني صباقة وسريعة كتير بالتطور عمرك لسه 22 سنة وأصدرت لهلا روايتين والرواية الأولى كمان كانت ناشحة الله يسعدك شو بتطمحي من رواية عصير المانغو شو حابت تحقي منها كمان رواية عصير المانغو يمكن للي قرأها هي بتحكي عن نمط مغاير تماما لرواية رجال بلا ملامح رواية رجال بلا ملامح كانت رواية عاطفية واجتماعية بس رواية عصير المانغو هي بالنسبة إلي تغير كبير في نمط الكتاب اللي أنا بكتبها لأنه رواية عصير المانغو هي بالنسبة يمكن من عنوانها ما بتوحي إنه هي بتحكي عن جريمة أتل عن سرد بوليسي عن متهم عن سجن ولا حتى الغلاف يعني طبعا هو الغلاف لأنه جريمة الأتل بتبلش من حفلة كان فيها عصير المانغو هو المشروب الرئيسي بهاي الليلة بتصير جريمة الأتل اللي بتحكي عنها الرواية طبعا حلو الإنسان إنه يبدع في مجال معين بس كمان حلو إنه هو ينوع لحتى يقدر يوصل لأضواق القراء ممكن فيه ناس بتحب الروايات العاطفية بتحب الروايات الاجتماعية بس فيه كمان ناس بتحب الروايات البوليسية فأنا أحسن الأكشن واللي فيها حركة تشويق وعمود لحتى يحلله صحيح كمان إنه الرواية مش بس هي بتحكي عن جريمة أتل وأكشن وهي الاثلاء هي كمان فيها خفايا اجتماعية يعني بس جن قداش فيه ناس مظلومة قداش فيه ناس هي مجرمة عن جد ما قضايا بالضبط اللي ترحتها الرواية الرواية هي أول شي ترحت عن قضية زواج الأم من بعد وفاة الأب كيف بتأثر على شخصية الأولاد بتطرح عن المجتمع كيف ببطل عنده تقبل للمتهم حتى قبل ما تثبت إدانته بالجريمة بصير المجتمع يتلفظ هذا المتهم العائلة تكرهه فقديش ممكن هذا الإنسان حتى لو طلع بريء قديش ممكن يأثر سلبا على المجتمع لما يطلع يعني ممكن يسيري قادي أو يحاول أنه ينتقم أو يشعر أنه منبوذ بالضبط فممكن أنه ينتقم وهذا الانتقام يسبب أنه يرتكب جريمة حقيقة ما كان مجرم بصير مجرم عن جد صحيح لما هيك الناس عن جد تشعر باتجاهه بتطرف بعنصرية يمكن المميز بالرواية هو الغمود اللي ذكتيا والنهاية كمان الغير متوقعة كيف بلشتي السوب الرواية طيب الرواية بتبلش أنه بتخلي القارئ ينشد لآخر لحظة مع المجرم أو مع المتهم بالجريمة بتخليه يعيش كل تفاصيله البطل في الرواية أحياناً بيسرح فينا شغله في الماضي أحياناً بتوقع شيئ أغلاد في المستقبل بيخليك تعيش معه بكل تفاصيل حياته بيخليك تعيش معه في واقع السجن بيحسسك في الظلم اللي هو بتعرض له كيف عندنا الآلية اللي بتصير في السجون اللي هي سحب الاعتراف أنه أحياناً بتطلوك تعترف بشغلات أنت أصلاً مش مرتكبة فهون المتهم بالجريمة بيخلي القارئ أنه يعيش معه لأبعد لحظة بس بالنهاية المتهم نفسه بيصدم القارئ صدمة شكلها كتير قوية جداً وانت مش حابة تحكي عنها لا اللي بيقرأها بس هو رح يعرف يعني هذا أسلوب تشويقي لحتى الكل ياخد الرواية ويقرأها احنا أكيد منتمنى لك توفيق من خلال إصدارها وعلى طول يكون في عندك كاني روايات هيك مثمرة عادة لما بتكتبي رزان على أي أسوبة بتعتمدي إيش اللي بيخليكي تكتبي وتبلشي تمسك الورقة والألام وتقولي أنا والله اليوم رح أبلش رواية جديدة صراحة أنا قبل ما أكتب رواية عصير المانجو قرأت كتير روايات بهذا النمط يعني في رواية كتير كتير أثرت فيي يمكن هي السبب اللي كان يخليني أكتب مثل هيك رواية إنه قديش أنا أول مرة بقرأ رواية بتحكي عن جرائم وقديش تأثرت فيها يعني أنا ككاتبة يعني بحياتي كلها يمكن أكتر نوع معين وأول نوع بلشت فيه من الكتابة هي روايات العاطفية اللي بتكون بسرد اجتماعي بس إني أقرأ رواية بوليسية وأنشد فيها لهذه اللحظة لدرجة أحس أنه أنا عن جد عندي القدرة أني أكتب رواية مثل هيك هي كانت رواية ملظف الجرائم لمحمد ريدال عبدالله هو كاتب مصري هاي رواية أثرت فيي بشكل كتير كبير إيش العبرة والحكمة اللي أختيها من هاي الرواية سواء حكمة أدبية بتفيدك بمجال الكتابة أو ققارئ أو متابعة لكل القضايا أكتر شغلة استفدتها من هاي الرواية إنه فعلا من حفر حفرة لأخيه وقع فيها يعني بيكون بطل الرواية بمارس وظيفة اللي هي منظف الجرائم بالأخير بتوصل إنه هو ينظف مكان الجريمة اللي نأتلت فيها بنته فبتكون صدمة بالنسبة إليه وتغير كل مجرح حياته يعني هو بيكون يساعد المجرمين في إنهم يخلوا كل البصمات ويخلوا الجثث من أماكن الجرائم بالأخير بتفاجأ إنه هو نظف مكان ما كانت موجودة بنته بتكون قتيلة أدي درس قاسي ومؤلم يعني هو إنه ساعد المجرم في إخفاء جثث بنته ساعد المجرم في إنه يخفي كل الأدلة اللي بتدينه إنه هو قاتل بنته فبالتالي ما بيقدر يفمث هذا كمان هذا بأكد إنه ظلم الأباء دائما بعود على الأبناء والأحفاد بمثله إحنا دائما نتمنى السلامة الخير الطيبة المحبة منحب تكون الروايات هيك فيها تفاعل فيها أمل أنت هيك ككاتبة وقارئة بتحبي الأمور البوليسية لكن من وشة نظرك اليوم الشباب خاصة الفلسطيني لأي نوع من الروايات بحبوا يطالعوا طبعا إحنا بنطالع كل الروايات للأسف إنه الظلم والقهر والجرائم إحنا ما بنقراها إحنا عم بنعيشها في مجتمعنا الفلسطيني فمش بحاجة إنه نقرأ مثل هيك روايات بس حلو الإنسان أحيانا ننوع كيف اختلف أسطوبك النقاد لرواية الأولى رجال بلا ملامح ورواية ثانية عصيري مانغو حسوا في تطور بأدائك الأدبي؟ أكيد حتى إنه أنت مرة واحدة من نمط تعاطفي جداً لنمط بوليسي فأنت متخيل قديش الفرق كمان إنه رواية بوليسية وجرائم قتل تطلع من بنت فيمكن أكتر نقدة تتعرضط له إنه كيف تكتبي في جانب أنت والعمرك كتبت فيه لازم الواحد يبدع ألاقي حاله في شغلات تانية ممكن أنا مبدع في مجال معين بس لازم أدور على إبداعات تانية مش أكتف في مجال واحد كمان رزان بالنهاية يعني أدى هاي الكتابات المختلفة والقراءات العديدة أثرت على شخصية رزان على تعاملها مع الأشخاص وتفاهمها للعديد من الأمور بحياتنا طبعاً هي بتساعد كتير ليش؟ لأنه الكاتب لما هو بيكتب رواية معينة بتقمص أدوار كتيرة فبصير يعرف الشخصيات اللي هو عم بيواجهها في المجتمع بما إنه هو بيقدر أنه يتقمص شخصيات كتيرة في الرواية اللي هو بيكتبها فإشي بيصير سهل عليه أنه يفهم شخصيات البني آدم اللي بيكون قدامه اللي عم بيحاوره اللي عم بيكذب عليه اللي عم بيمثل عليه اللي عم بيكون بيحكي من مشاعر صادقة فهو بيكون قادر يتفهم كل هدول الشخصيات نتمنى لك التوفيق على طول رزان شرفتيني وتحياتنا لك شكراً عليك موفا وأيضاً كل الشكر لمشاهدين الأعزاء على حسن وطيب المتابعة لهيك بنكون خلصنا فقرة زيارة مكتبية لليوم والآن عودة للزملاء في الأستوديو اشتركوا في القناة